موعد النشاء الجوبيا سباح الخير مشاهدين تقص حار بامتياز خلال ظهيرة اليوم على المناطق الجنوبية مع هبوب رياح قبية تصل إلى 50 كم في الساعة توقعت حالة التقص لنهار اليوم نبدوها بصورة القمر الأسطنعي توضحنا صفاء واستقرار على أغلب ولايات الوطن حركة الرياح ستكون قبية خلال نهار اليوم 50 كم في الساعة للصوحلة الوطنية وكذلك على شبال السحراء ومنطقة الوحات أما حالة التقص خلال ظهيرة اليوم الأجواء ستكون مشمسة مستقرة بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال تتغير الوضعية الجوبية احتمالكم في تساقط أمطار رعدية متفرقة على المناطق الداخلية قد تمتد لتخص حتى السواحل الوسطى والشرقية بداية من أواخر ظهيرة اليوم المناطق الجنوبية تحديدا بأقصى الجنوب الجزائر نحو مرتفعة الهوغار والتاسلي ستتشكل خلايا رعدية منعزلة أما توقع درجات الحرارة القص و30 درجة بالجزائر العاصمة وكذلك على عنابة 33 درجة بوهران و31 درجة على تيزي وزول بويرة لمدية 35 درجة وكذلك بالبوليدة 36 درجة للجلفة 34 درجة على ميلا مشرية وكذلك سعيدة 37 درجة بمغنية وتلمسان 45 درجة على إليزي جونت 50 درجة بإنسالح أدرار إنجزام وبرجباجي مختار حتى بإنسالح و44 درجة على بشار وولاية تيندوف أما خلال ليلة اليوم فتستمر الأجواء إن شاء الله الصفدة والمستقرة على المناطق الجنوبية محتمل تساقط بعض القطارات من الأمطار المتفرقة بمنطقة الأوراس أما توقع درجات الحرارة الدنيا ستقارب 13 درجة على باتنا وخنجلة قسنطينا كذلك الجلفة والتيارة 20 درجة بالأغواط 16 درجة على تيزي وزول بين 20 إلى 23 درجة بالمناطق الساحلية 30 درجة على إليزي جونت و30 درجة بإنسالح وأدرار 28 درجة على ولاية بشار حالة البحر خلال النهار اليوم سيكون مصدر برياح قبضة تقارب سرعة 50 كم في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج يتراوح بين المتر إلى المترين وحرارة بياها البحر تقارب 27 درجة على أغلب السواحل الوضنية في الأخير نختم نشرتنا الجو بذلك بورقة المعلومات الفلكية لتخوص غروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين كانت هذه تفاصيل الوضايا الجو بذلك المرتقبة خلال النهار اليوم إن شاء الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة جمعة مباركة في أمان الله